اشتركوا في القناة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة هذا الاصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 28 من يوليو 2024 وتنتهي في 26 من يناير 2025 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 26.29% وبلغ معدل سعر الخصم 96.916% علما بأنه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة 106% كما بلغ الرصيد القائم لأذنات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران و110 ملايين دينار بحريني بموافقة من مصرف البحرين المركزي أصدرت بورصة البحرين دليل البيع على المكشوف الفني غير المغطى لجميع المتعاملين في السوق وذلك من خلال الوسطاء المرخصين في السوق بهدف تعزيز مستوى السيولة بالإضافة إلى تنوع أدوات الاستثمار والتحوط من أجل استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ويأتي هذا الاصدار استكمالا لقواعد السوق الحالية ويهدف إلى تنظيم ألية البيع على المكشوف الفني غير المغطى هذا ويعرف البيع على المكشوف الفني بأنه عملية بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها أو لم يقم بالترتيب للاقتراض قبل تنفيذ عملية البيع على المكشوف ولكنه يلتزم بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها من جهته قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن إصدار دليل البيع على المكشوف الفني غير المغطى يأتي في إطار جهود بورصة البحرين المبذولة لتعزيز مستوى السيولة في السوق ويتماشى مع استراتيجية قطع الخدمات المالية والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية استضاف مركز السمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الدكاء الاصطناعي ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني المشاركين في برنامج رائد الأعمال التقني بتنظيم من مبادرة شباب تيك ونظمت هذه الزيارة بهدف تعزيز المعرفة والفهم حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مملكة البحرين والتعرف على جهود المركز في نشر ثقافة الابتكار على مستوى المملكة وخلال الزيارة قدم فريق مركز السمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الدكاء الاصطناعي مقدمة شاملة عن تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعية وتم تسليط الضوء على أبرز مشاريع الحلول الذكية التي صممها المركز لمختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص نفازنا الطلبة من خلال دارك أن مركز السمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير يعمل على أيادي كثير من البحرينيين والبحرينيات المختصين في الذكاء الاصطناعي وهناك دور بارز في أيضا بروز المركز في حذاته كمركز توعوي ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المملكة بالإضافة لتقديم الحلول في مملكة البحرين وأيضا لنا أن نطلع من خارج البحرين في دول أخرى مستقبل مركز السمو الشيخ ناصر البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي أكثر من ثلاثين طالبا وطالبة من الدفع الرابعة من مجموعة الرائد التقني حيث تم تقديم ورشة عمل تدريبية تركزت حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع الحكومي والخاص اليوم قدمنا ورشة لأكثر من ثلاثين طالب وطالبة عرضنا لهم عن أهمية الذكاء الاصطناعي وتاريخها ومقدمة عنها طبعا أهمية هاي البرنامج بتكون في إنا إحنا نجهزهم ونوفر لهم معلومات نجهزهم حق سوق العمل اليوم تعلمنا أشياء في الأشياء وايد عن الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وأشياء عدة كانت منها أنواع الذكاء الاصطناعي وشلون تطورات وشنو إنجازات المركز اللي كانت موجودة واللي صارت من عام 2021 إلى 2023 ترجمة نانسي قنقر